السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة تقنية خرافية حلقة رقم 20 مئة منتج يا جماعة الخير صرت مطلع في هاي السلسلة من أول ما بلشناها لحد الآن فحبيت بمناسبة حلقة 20 أعمل شيء مختلف شوي شيء سبيشل فحبينا نطلع من جو الستوديو ونصور برا لأنه موضوع هالحلقة رح يكون شوي مختلف عن عادة فهي تقنية خرافية مختصة بالسيارات تحديدا كالعادة روابط لكل المنتجات وأسعارها رح يكون موجودين في صندوق الوصف فبدون أي تأخير خلينا نبدأ حدث اشتراكك بشاب أنشب لفلكس لتوفر لغاية 90% على مصاريف الشحن مع فلكس الدفع على كل 100 جرام وليس كل نصف كيلو بالإضافة لأنك بتحصل على باقة من الخدمات الإضافية اللي بتتضمن خدمة شاب أنشب بروتكت مجانا على كل شحناتك خصم تلقائي 20% على أي شحنة تزن أكثر من 3 كيلو وخصم 30% على رسوم الاسترجاع في حالة تترجع أي شحنة وغيرها من المزايا تقدر تحدث لفلكس بـ 119 دولار بالسنة أو احصل على حساب شاب أنشب مجاني مدى الحياة وحدث لفلكس في أي وقت بدك إياه كل التفاصيل رح تلاقيها موجودة في صندوق الوصف أول منتج رح نبلش فيها الحلقة هو الشيء تكلمت عنه قبل 9 أو 8 حلقات اللي هو عبارة عن هذا الشاحن من شركة نوندا الآن هذا الشاحن مش بس بيتميز بأنه شاحن وفقط بيشحن تليفونك صلى الله وبارك فيه فتحتين يو اس بي بل أيضا بيتميز بشغلة ثانية أنه فيه ميزة دكية زودوا فيها الشركة ألا وهي أنه هذا الشاحن بيرتبط بجوالك علشان يظل محافظ على آخر موقع أنت صفيت في السيارة الآن هذا الكلام كله كان موجود في المنتج اللي تكلمت عنه قبل 8 أشهر ولكن فيه كثير من التغييرات اللي صارت على هالشيء فالآن تطبيق الجوال الخاص بهذه القطعة تم إضافة ميزات عملاقة عليه جدا بحيث أنه الآن أصبح عندك القدرة مش بس أنك تشوف بين سيارتك صافة بل الآن في هذه الحالة بقول لي أنه سيارتك قريبة لأنه حاليا متصل فيه ولكن فور ما أني أطفي السيارة فمباشرة التطبيق راح يقول لي أنك أنت الآن صفيت قديش إلك صافة في المكان اللي أنت فيه وقدش بعيدة عنك بالإضافة أنه بيعطيك خريطة بإمكانك أنك تسحب وتتطلع أنت وين بالضبط صافة على جوجل مابس ولكن شايفين الآن أعطاني تنبيه أنه السيارة صفت إلها دقيقة أو أقل وبكون ما أعطيني تاحها بقول لي سيارتك في مدى خمس أمتار منك الآن الشيء الجديد اللي تم إضافته أيضا أنه أصبح الآن في عندك شيء اسمه يعني الآن السيارة أو القطعة هاي بما أنها متصلة بسيارتك وبالتليفون فتعتمد على جوالك بأنها تطول معلومات الموقع ناحية الجي بي اس والداتا هاي كلها وبتصير تعملك سجل في كل مشاويرك وقديش صرفت في هاي المشاوير مش بس أنه قديش المسافة بتقدر أيضا تحط قديش سعر لتر البنزين بصير لحاله يحسب لك قديش أنت بتستهلك شهريا وقديش مشاويرك لكن الشيء الجديد اللي عملت عشانه أيضا هذا أو رجعت ذكرت هذا المنتج في هذا الفيديو وأنه تم تحديثها وإضافة تميزة الكويك شارج من كوالكوم عليها كويك شارج 2 للأسف ليس كويك شارج 3 ولكن لا يزال نتكلم عن 18 واط فمن ناحية قدرة الشحن قدرة منتازة جدا بنحكي عنها بالناحية أنه أغلب الأجهزة تقريبا راح تشحن بشكل سريع عليه لأنها أغلبها متوافقة مع كويك شارج ومع 18 واط اللي بقدمها هذا المنتج المنتج التالي راح نتكلم عنه هو هذا الشيء اللي لأول واهلة قد يبدو كمفتاح تسلا ولكن هذا الشيء هو عبارة عن قطعة تربط في السيارة ويأتي معها أربح حساسات من هذا الشكل وهذه الحساسات لازم تربطها في التايرز نفسهم بحيث أنه بتجيب العجل أو على الحساس نفسه لازم تربطه على المكان اللي بتعبي منه هوى على العجل بحيث أنه هاي القطعة وهذا الحساس راح يظل يتابع بشكل مستمر ضغط العجال أو ضغط الهواء اللي موجود جوا العجال بالإضافة لحرارة العجل نفسه فلما نجي نربط هاي القطعة بالسيارة أولا هي عبارة عن منفذ USB فقط هذا المنفذ أنت بتربطه في إما الشاحن أو أي منفذ USB موجود عندك على أساس أنك تعطيها طاقة ومباشرة راح تلاحظ شغلي على القطعة نفسها أنه في عليها أربع ضواو موجودين من كل طرف اللي بمثلوا العجال العجال الأربعة تعوان السيارة فالآن أي عجل راح يصير فيه مشكلة بمسألة ضغط الهواء واحد من العجال هذول أو الإضاءة الموجودة على القطعة راح تضوي علشان تعطيك تنبيه أن والله في عندك مشكلة في ضغط واحد من العجال ولكن هاي مش بس الطريقة الوحيدة اللي كيف تعرف فيها ضغط العجل أيضا هاي القطعة بتربط في جوالك بتقدر إلها تطبيق بتدخل عليه وهذا التطبيق راح يعرض لك كل واحد من العجال قديش ضغط الهواء اللي موجود فيه حاليا مثلا الآن من اطلع على هذا العجل راح تقدر تشوف أنه حاليا ضغطه جيد درجة حرارته جيدة وبتقدر تشوف تاريخ الضغط هذا العجل نفسه بحيث أنه لو كان في عندك تنفيس بشكل ضئيل أو أنت ما بتحس فيه تطبيق راح يعرف لحاله راح يميز أن والله واحد من العجال عندك فيه مشكلة وقعب بيسرب بطريقة معينة المنتج التالي هو لمفاتيح السيارة بحيث أنه هاي القطعة هي قطعة بتحطها بالمفاتيح وبتربطها في جوالك أيضا عن طريق البلوتوث البلوتوث هو يعني ثيم عام لكل القطع اللي موجودة اللي بتتعلق بالسيارات لأن هاي القطعة شو بتعملك بالزبط أولا هي عبارة عن شيء بيسمح لك أنك تلاقي مفاتيحك من نفس جوالك فبتقدر تخلي جوالك يرن على هاي القطعة عشان تطلع صوت وبالتالي تلاقي المفاتيح أو عندك استخدام آخر أنه بإمكانك أنك تلاقي نفس الطريقة اللي بتلاقي فيها سيارتك على مسألة إن وين صفيت أيضا جوالك بيحفظ آخر موقع على الجي بي اس لا مفاتيحك وين تركتهم فلو تركتهم عند بيت صاحبك روحت على البيت راح تعرف مفاتيحك ظلوا عند بيت صاحبك أيضا فيها شغلة جميلة أنه في عليها زر في النص اللي انتوا شايفين هون وهذا الزر إلو وظائف أنت بتقدر تبرمجها فإما بتقدر إذا ضغطت عليه تخلي جوالك يرن فعلى سبيل المثال أول ما أضغطت عليها السيارة كلها صارت ترن مبدئيا اضغط عليها كمان مرة الصوت راح فمباشرة بتقدر تلاقي جوالك عن طريقها أو بتقدر تخليه بدل ما يرن الجوال يأخذ صورة أو إذا كنت تأخذ سيلفي هذه الحكي أو يسجل صوت إذا كنت بدك جوالك يسجل صوت مثلا بطريقة معينة أو إذا بدك تحط جوالك في مكان بعيد وما بدك تبين لحدا أنك أنت بتسجل صوت من بعيد بتضغط زر وباليش يسجل استخدام قد يبدو غير شريعي كثير ولكن ممكن ناس تسفيد منه الله أعلم أيضا فيه ميزة جميلة واللي بتخلي هذا المنتج فريد عن أغلب الأمور الخاصة بالتراكينج للمفتاح وإنه عليه فتحة مايكرو يو اس بي اللي بتسمح لك إنك تشحن هاي القطعة وليس إنك تبدلها بطارية كل أربع إلى خمس شهور فكل شهر شهريا زمام بتتركها على الشاحن نص ساعة أمورك تمام راحت لشهرين ثلاثة قادمات ما في داعي إنك تظل تبدل بطاريات ومتى ما بتنزنك بتحطها في شاحن سيارتك في شاحن البيت فعليها منفذ مايكرو يو اس بي علشان تشحن ومورك بتكون تمام الشي التالي هو عبارة عن كيبلات ونعم بعرف إنه كمية الكيبلات اليو اس بي اللي عرضت على القناة ضغمة جدا ولكن في سبب واجيه كيبلات السيارة تحديدا هي إحدى الكيبلات المظلومة بشكل شديد فعلى سبيل المثال هذا كيبل التايب سي اللي إلي سنة تقريبا بستعمله مثل أنتم شايفين الكيبلات المغطية بالجلد مباشرة الجلد هذا اللي عليها أو اللي مش جلد هو البلاستيك الصناعي اللي بسموه البي لذر أو البلذر مباشرة ببالش يوفرط وبيبالش يبين المعدن اللي تحته والتغليف اللي بيكون على نفس كيبل يو اس بي فعلشان هيك رح يستخدم كيبلات محترمة اللي هي كيبلات أيضا من شركة زوس اللي هي الكيبلار انفورست شو يعني كيبلار انفورست خلينا نفرجيكم طبعا بي يأتوا بي مايكرو ياس بي لايتننج أو تايب سي خلينا نشوف التايب سي في شكله وشو اللي بفرق عن الكيبل العادي بداية هذو الكيبلات طولهم تقدر تحصل على أكثر من طول مختلف ولكن في عندك هذا الكيبل الستاندرد اللي طوله بيجي متر واربعين الكيبل أولا بيجي رايت أنجل يو اس بي يعني منفذ يجي زاوية علشان مايظل متعوج دايما بيكون هو الرادي جايين وطعجين لك يوم خلصين ثانيا نفس الكيبل مغطى بكيفلار بحيث أنه هذا المادة ليست سهلة أبدا أنها تفرط بسرعة فهي مادة جامدة جدا وبتتحمل استخدام بشكل شديد ونفس الكلام أيضا ينطبق على نفس المنفذ الخاص باليو اس بي اللي بتشحن فيه جهازك ولي بتوصل فيه الجهاز بحيث أنه هاي المنطقة اللي بالعادة أول منطقة بتفرط على الكيبل جاي شديدة على نفس هذه الكيبلات ومعمولها انفورسمنت على أساس أنها ما تتحرك بسهولة وما تخرب بسهولة وتتحمل دعك لفترات طويلة وأيضا نفس الكيبل بيجي معه هاي الربطة اللي بتسمح لك أنك تقدر مثلا في عندك الكيبل هذا كله طول زيادة بتقدر أنك تخفف من الطول بهاي الطريقة وبتيجي والله بتربط ندفل زيادة هذه القطعة يعني مش على الشي المكلف ولكنها إضافة جاية مع الكيبل بشكل خفيف لطيف على أساس أنك ما تكون معه بالدنيا بتعمل كيبل مانجمنت بطريقة حلوة حتى في جوة سيارتك طبعا مثل ما ذكرت الكيبلات هذول نفسهم بتوفروا باللي هي تايب سي وعندك اللايتنينج للآيفون وعندكم أيضا اللي هو المايكرو في حالة كنتوا تستخدم أجهزة لا تزال تعمل باللي هي المعيار القديم وشي مشترك ما بين هذول الثلاث كيبلات واللي شوي أبهرني صراحة إنهم الثلاث مكفولين مدى الحياة يعني لو كمان خمسة عشر سنة إذا الشركة لساتها فاتحة بغيروا لك الكيبل ما عندهم أي مشكلة إطلاقا في حالة مزع أو صار في أي شي على العكس بعض الشركات اللي بتقول لك إحنا خمس سنوات أو سنتين هذول الجماعة وثقين من كيبلاتهم لدرجة أنهم كافلين لك إياه مدى الحياة شو ما يصير في الكيبل راح يبدلو لك إياه إلا إذا جبت قطاعة وبلشت في الكيبل قص 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 آخر منتج في هالفيديو راح نتكلم عنه هو عبارة عن هولدر للتليفون وقد يبدو الهولدر شي بسيط بحيث أنه هولدر بس وظيفته أنه يمسك الجوال في مكانه ولكن شخصيا من خبرتي أنا ومن تعاملي وبحثي في آخر ثلاث سنوات عن هولدر زي العالم والناس صرت مغير ما يقارب 12-13 واحد لحد ما وصلت لهذا الهولدر لهو عبارة عن منتج من شركة اسمها راك هذا الهولدر أول شي هو بيركب على فتحات المكيف ولكن تقدر أنك تتحكم بحجمه بهذا الأسلوب فتقدر أنك تركب تليفون شاشته ثمانية إنش أو بتقدر أنك تحط تليفون شاشته إنشين ونصف إن شاء الله فبتقدر بكل بساطة أنك تتحكم به به هاي الطريقة اللي ميكانيكيا شكلها جميل صراحة ولطيف وأيضا كاستخدام عملي جميلة جدا بحيث أنه تتحط تليفونك صلى الله بارك ما في داعي أنك تتبته في شيء أو تكبس شيء معين أو تضغط على زر علشان تشيل جوالك سهلة جدا جدا العملية وسريعة وما بتحتاج لأي تفكير عميق جدا إلو عيب واحد ألا وهو أنه ما بيتحمل سماكة كبيرة فلو كنت بتستخدم كيس لجوالك من الكيسات الضخمة أو لجربات السميكة اللي بتيجي مثل أوتربوكس وخلافه للأسف الشديد جوالك مش راح يقدر ينزلق ويدخل فيها لأنه عمقها ثابت العرض بتغير ولكن العمق ثابت ولكن كفكرة صراحة جدا جدا جميل وبإمكانك أنك تخليها على التابلوف المنتصف جنبك على الطرف حسب وين فتحات المكيف عندك موجودة فبشوفها جدا جدا عملية مع أنه ما بتقدر تغير زاوية الجوال نفسه ولكن بشوفها بهذا الاستخدام ومن ناحية عملية أكثر هولدر صمد معي لحد الآن وهذا الهولدر فهو ليس تقنية بحد ذاته ولكنه لا التقنية الخاصة فيك إلا وهي جوالك بهيك بنكون وصلنا إلى نهاية هاي الحلقة من تقنية خرافية إيش أكثر منتج أعجبك؟ اكتب رأيك في خصم التعليقات بالأسفل وطبعا كالعادة روابط لكل المنتجات التمذكرها رح تكون موجودة بالأسفل روابط السعر وروابط الشراء إيش أكثر منتج أعجبك؟ اكتبه تحت إذا في عندك منتج برأيك خرافي واستحق أن يكون موجود في هاي السلسلة ابعتلي إياه لحسابي على تويتر أيضا الرابط رح يكون موجود في صندوق الوسط بالأسفل إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة المختلفة شوي شيء غير اعتيادي عن اللي أنا بعمله بالعادة وشكرا كبير لأبن عمتي أحمد اللي ساعدني في التصوير واللي نهره هو شيء للكاميرا ماي في التصوير ولكن إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه الحلقة المختلفة والغريبة هذا كان كل شيء لهذا الفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله